شهد يوم أمس فندق هيلتون حفل التوقيع على مزكرة التفاهم بين مجموعة المناخ ومجموعة ديفال الفرنسية جرى حفل التوقيع بحضور وزير الاقتصاد وتخطيط التنموي وممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية التفاصيل دا حسن مكاوي ثمار مستديرة باريس لدعم الخطة الوطنية للتنمية قد نضجت وآن أوان قطفها هذا ما تكفلت به مجموعة المناخ الشدية المشرفة على بناء مشاريع كبرى للبلد والرائدة في مجال القطاع الخاص بترجمة ما درى في أروقة باريس ليكون محسوسا وملموس شراكة صحي مجموعة المناخ ومجموعة الديفال الفرنسية هو تتويج النجح الذي حصدته مجموعة المناخ لتساعد البلاد في التنمية عمدت بلدية جميلة مريم جنع عباد في كلمتها الترحبية التي استهلت بها المناسبة أعربت عن فرحتها وسرورها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تساعد في تحقيق رؤية مرآة إفريقيا رئيس مجلس إدارة مجموعة المناخ أب بكر طاهر موسى في خطابه بهذه المناسبة ثمن جهود رئيس الجمهورية إدرس ديبي إتنو في دعم الخطة الوطنية التي أثمرت عن هذه الشراكة وإن مجموعة المناخ تتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان لحكومة شاد وشركائها الذين بذلوا جهودهم من أجل تنمية شاد وخاصة في وضع سياغة الخطة الوطنية للتنمية 2017-2021 أقرر للمرة الثالثة بالأحرى تعهد مجموعة المناخ بمرافقة الحكومة التشادية في جهودها من أجل التنمية الشامرة أما المدير العام لفرع إفريقيا لمجموعة الدفال جيل أرماند انيان بوسو أعرب عن سرويه بمناسبة الشراكة مع مجموعة المناخ لدعم تنمية تشاد وأن مجموعة الدفال تعمل في العديد من المجالات كالبناء والزراعة والمياه وغيرها وزير الاقتصاد والتخطط التنموي أنجيتو تيرينا ينبي هو الآخر قال بأنه مسرور بهذه الشراكة التي تساعد البلاد في إطار الخطة الوطنية للتنمية مؤكدا بأن القطع الخاص يلعب دورا كبير في دفع عجلة التنمية واختتمت المناسبة بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين مجموعة الدفال الفرنسية ومجموعة المناخ تشادية وذلك إذانا ببدء عهد جديد بحلة جددة للتميز والتغيير نحو مسيرة التنمية